اشتركوا في القناة لابد ربما ان احنا اجلنا النقاش فيه لفترات طويلة ولكن اصبح دلوقتي من الضروري ان احنا نقشوا ايه هو الموضوع؟ الموضوع هو الشريعة الاسلامية طبعا احنا بنشوف انه هناك فصيل من المصريين اللي هم الاخوة الاخوان والسلافيون بالذات بيعتبروا انه هم اللي معاهم الشريعة والناس التانية سواء كانوا الليبراليين او يساريين او ناس حديين حتى الناس دول ضد الشريعة وبالتالي بتترفع شعارات من نوع انت مسلم يبقى انت لازم يبقى مع تطبيق شرع الله وناس كتيرة جدا بتقول لابد انطبق شرع الله طبعا هنا في نقطتين اول نقطة انه يعني في حدود معلوماتي ان مصر لم تكن دولة كافرة وبعدين لسه هندخلها الاسلام دلوقتي معظم او كل القوانين المصرية ليست مخالفة للشريعة الاسلامية ثانيا هذا الطرح اللي هو انت مع شرع الله ولا مش مع شرع الله هذا الطرح في تقديم يعني غير دقيق او ربما يعني اقول غير امين لموضوع الشريعة لان الشريعة وهنا بقى من اول الكلام ده انا لا اتحدث برأيه لان انا لسته متخصصا ولكن انا اكتهدت وجبت اراء متخصصين من دلوقتي اللي حاولوا ده مش رأيه ولكن اراء متخصصين حاول اسميهم الشريعة مختلفة عن الفقر الشريعة هي المبادئ العامة اللي ربنا انزلها علينا في الاسلام وهذه المبادئ العامة ده يعني وحي الهي شيء الهي المبادئ العامة دي اللي لا يختلف عليها احد اللي مفيش فقيه يختلف عليها اطلاقا التي تحقق مصلحة المسلمين اللي فيها العدل وفيها الحرية وفيها الحق وفيها المساواة هذه هي الشريعة الاسلامية الفقه ده اجتهاد بشري الفقه ده مش ربنا لنزله الفقه ده علم ناس علماء بياخدوا مبادئ الشريعة اللي احنا قلناها اللي هي الشريعة الالهية ويحاولوا تنزلها على الواقع اللي هم عايشينه ويحاولوا ان هم يستنبطوا الاحكام الملأمة للزمان والمكان يبقى احنا عندنا الشريعة ثبتة والفقه متغير الشريعة الهية والفقه بشري يعني اللي كتبوا الاحكام الفقهية دول دول بني ادمين زي وزي حضراتكم حتى الا ام الكبار اللي اربعة بني ادمين يعني كانوا يخطئون ويصيبون لانهم بشر وبالتالي خلط الفقه بالشريعة يؤدي الى نتائج وخيمة هنقول ايه اللي ممكن يحصل لنا لو خلطنا اعتبرنا الاحكام الفقهية هي الشريعة طبعا المادة التانية اللي كل الناس اتفعت عليها سواء في وثيقة الازهر في الدستور او بعد كده بتقول مبادئ الشريعة هي مبادئ اللي انا بقولها لحضراتكم اللي هي متفق عليها هيقولوا عليها قطعية الدلالة قطعية السبوت يعني كل الناس بتقول انها حصلت وكل الناس فاهمينها بنفس الطريقة دي دي مبادئ الشريعة المادة التانية بتقول ايه ان مبادئ الشريعة دي هي الاساس للمصدر التشريع ده في المادة التانية جم الاخوة السلافيين في اللجنة طبعا انا ضد تشكيل اللجنة الدستورية وضد مسودة الدستور وقلت ليه قبل كده يعني انها حتؤدي بنا الى كارسة بس ده موضوع خلينا في النقطة دي جم راح ام ايليين ايه بقى الاخوة السلافيين راح ام مزودين مادة اسمها المادة 220 المادة 220 دي بتقول ايه احنا قلنا مبادئ الشريعة هي الاصل لا بتقول بقى ايه مبادئ الشريعة المادة 220 لهم مزودوها مبادئ الشريعة تشمل ادلاتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مزاهب اهل السنة والجماعة كده تحولت مبادئ الشريعة الى احكام فقهية احنا قلنا الاحكام الفقهية دي بتاعت بني ادمين ومبادئ الشريعة دي بتاعت ربنا طيب الرأي اللي انا قلته اللي بيفرق بين مبادئ الشريعة والاحكام وان احنا يلزمنا مبادئ الشريعة وان الاحكام الفقهية حتدخلنا فيه مشكلات كبرى حشرحها لحضراتكو دلوقتي هل ده رأيي؟ لا انا رأيي انا غير متخصص ده رأيي مين؟ ده رأيي فقهاء كتير جدا هقول شوية اسماء منهم الدكتور عبد المعطي بيومي ده عضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور سعد الدين الهلالي ده استاذ طبعا فقه معروف جدا الدكتور محمد شحات الجندي الدكتورة أمنا نصير استاذ العقيدة في جامعة لازهر الشيخ محمود عطية وكيل وزارة الاوقف كثيرين جدا دي بس مجرد الأسماء اللي انا جبتهم بسرعة اللي هما بيقدموا الرأي اللي انا قلته دلوقتي ان احنا نحتاج الى مبادئ الشريعة لو دخلنا في أحكام الفقه حنخش في مشكلات كبرى دلوقتي هما زودوا حاجة في الدستور تجعلني انا ملزم بأحكام الفقه قلنا قبل كده ان الفقه ده بتاع بني ادمين والشريعة دي بتاع تربنا الفقه ده يتغير من ايه من زمان ايه من مكان للزمان على حسب التغير لدرجة انه الامام الشفعي لما كان بيعمل فقه في العراق لما جيه مصري هنا غير بعض الاحكام وده شيء طبيعي وبالتالي لما انت تلزمني بأحكام فقهية اتكتبت من 11 قرن الاحكام الفقهية اللي هو ملزمني بيها دي بناء على المادة دي في الدستور خلي بقى لحضراتكم خطورة المادة اللي في الدستور ايه انها هي التي تجب القوانين يعني لو انت لقيت ان في قانون لا يوافق الدستور القانون يتلغي والدستور يبقى طيب حبيت اعمل انا نموذج عملي على الاحكام الفقهية اللي هما بيطالبوا بيها فعملت ايه جبت كتاب هو يعني من اهم كتب الفقه المعروفة اسمه كتاب فقه السنة كتاب فقه السنة ده كتبه الشيخ سيد سابق والشيخ سيد سابق شخصية معروفة جدا هو كان احد قيادات الاخوان المسلمين ولد عام الف وتسعمائة وخمستاشر وتوفي عام الفين يعني عن خمسة وتمانين عاما برضو معلومة مهمة ان الشيخ سيد سابق كان متهما في قضية قتل محمود فهم النقراشي سنة تمانية واربعين محمود فهم النقراشي سنة تمانية واربعين كان رئيس وزراء مصر وألغى ألغى حل جامعية الإخوان المسلمين يوم تمانية ديسمبر فتم اختيال يوم تمانية وعشرين ديسمبر يعني بعدها بعشرين يوم بس كان من ضمن المتهمين الشيخ سيد سابق طلع براعة هو يعني ما نقدرش ندينه لأن المحكمة برايته إنما دي معلومة مهمة طيب كتاب فقه السنة ده معترف به معترف به جدا هو كتاب يعني كتاب عمدة في فقه السنة طيب مين اللي عمل أنا دي نقطة مهمة أولا حضراتكم تاخدوا بالكم مين اللي عمل مقدمة كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق اللي عملها له الإمام أو الشيخ حسن البنة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين هو اللي عمل مقدمة كتاب فقه السنة يعني معنى كده أنه يوافق على كل ما جاء في الكتاب ومعنى كده ان الشيخ سيد سابق مقرب جدا من الامام حسن البنة والشيخ حسن البنة قال انه يعني كتاب فقه السنة انجاز عظيم جدا ويتمنى انه ربنا يعطي ثوابا لشيخ سيد سابق بهذا الكتاب طيب تعالوا بقى اولا انا بستعمل علشان برضو محدش انا بستعمل طبعا من فقه السنة حواريها الحضراتكو هي طبعة فقه السنة دي طلع عن دار الفتح للاعلام العربي تلت اجزاء اهي الطبع ليه بقى لانه هشير لارقام الصفحة طب تعالوا بقى نشوف بعض الاحكام الفقهية اللي جات باجماع الجمهور من اهل السنة والجماعة ونتفرج على ايه اللي هيحصل لو الاحكام دي اتطبقت اكرر انا لا اجرح في الشريعة الاسلامية وانا مع تطبيق الشريعة الاسلامية ولا اظن ان مسلما يبقى ضد تطبيق الشريعة الاسلامية انا اتحدث عن احكام فقهية تقدم على انها هي الشريعة هي مش الشريعة الاحكام اللي حولها دي اجتهادات فقهاء ما هيش ربنا لنزل طيب تعالوا نشوف بعض الاحكام الذين اللي هم عايزين يحطوها في الدستور اللي هم عايزين يحطوها في الدستور طيب تعالوا نشوف كده طبعا انا بعتذر لانه كل ما يعني الكتاب بيستعمل لفظ كافر لغير المسلم وانا ارى انه هذا اللبز يعني لا يليق حتى لو كان هو جاء في القرآن صحيح ولكن لا يليق ان انا اخطب به مواطنين مصريين اقول له انت كافر ان انا حطر اعمل كده عشان امشي مع الكتاب طيب تعالوا بقى نقول اول موضوع موضوع ايه بقى اول حكم ايه هو الحكم حكم فقهي الكلام ده صفحة 380 في الجزء الثالث 380 في الجزء الثالث بيقولك ايه يشترط في قبول الشهادة الشهادة قدام المحكمة ان يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم الا في الوصية اثناء الصفر يعني ايه يعني لو واحد حرامي مسلم دخل صيدلية دكتور ابتي سرق الدكتور الابتي ده او ضربه او عواره او موته لو الشاهد اللي موجود ابتي برضو الوحيد اللي شاف الواقعة لا تؤخذ شهاده لانه لا تؤخذ شهادة انا اعسف برضو الكافر اللي هو غير المسلم لا تؤخذ شهادة غير المسلم على المسلم في استثناء الامام ابو حنيفة استثنى ده في حاجة واحدة انه لو كان واحد مسلم مسافر وحيموت وحضره الموت وملأش غير واحد غير مسلم يقول له الوصية دي الحالة الوحيدة اللي تقبل فيها الشهادة نتخيل المجتمع المصري لما نطبق فيه حكم فقه زي كده يعني معنى كده ان اي واحد مسلم يروح في حتة في كنيسة في نادي في مليان عباط يعمل اي حاجة لن تؤخذ شهادة القبط على المسلم والحكم ده موجود وده رأي جمهور العلماء وموجود فيه فقه السنة في الطبعة اللي وريتها لحضراتكم الجزء التالت صفحة 380 طيب الجزء التاني صفحة 4493 بيقول ايه بيقول شرب الخمر محرم على المسلمين دي عارفنا اللي يتمسك وهو بيشب خمره او ناس تشهد عليه بيتجل التمانين جلدة من المسلمين برضو عارفنا ناس بعض الفقهة بقولوا لا 40 بس انما 40 جلدة بس مش مشكلة الحكم الفقهي ده الزيادة ده بيقول ايه بقى بيقولك لا مش بس المسلمين لو غير المسلمين شربوا خمره في بلاد الاسلام سواء كانوا عباط جايبهم بالاسم سواء كانوا عباط في مصر او اجانب جايين لاي سبب في الحالة دي برضو يتمسكوا وبرضو يتجلدوا يعني انت دلوقتي الابطي الواصري اللي هو ملوش علاقة باللاب الشريعة ولا بالفقه لو شرب اقبيرة حيتمسك يتجلد الاعجب من كده يعني في هذا الحكم انه لو واحد سايح وشرب اي حاجة جاب ازازة معاه واتمسك حيتقلع هدومه ويتجلد سواء كان تمانين جلد او اربعين جلد طبعا ده يعني ما اعتقدش انها يعني احنا لما نيجي ندعو الناس للسياحة لازم نحذرهم يعني لازم نقولهم ان انت ممكن في اي لحظة ممكن تتمسك وتتجلد هذه الاحكام عشان للأسف الشديد الناس بتبقى متطرفة وبتعد تلقي بشتائم وحاجات زي كده الاحكام دي مش بتاعتي انا لسته فقيها الاحكام دي مش بتاعتي الاحكام دي بتاعت الشيخ سيد سابق في كتابه اللي انا مقدمه بالرقم وبالصفحة واللي مقدمه الامام حسن البن وبقول عليه انجاز عظيم فقه فقه عظيم يعني لو في حاجة خلط يبقى يلام الشيخ سيد سابق رحمه الله ويلام بقى الامام حسن البن نشوف بقى اذا كان من يستطيع ان يلومه من الاخوان المسلمين طيب الحد التالت الحكم التالت حكم فقه حاجة ايه هو حكم القصف القصف هو الانتهام بالزنة يعني القصف معناه ان انت تقول ان واحدة هو سب الاعراض او الانتهام بالزنة ان واحدة زنت وانت ما عندكش دليل وهذا القصف في الشريعة الاسلامية ده فعلا جريمة وبيعاقب عليه بتمانين جلب برضو تمانين جلب لغاية كده ماشي الحكم بقى بتاع القصف حكم القصف الموجود في الطبعة دي في الجزء التاني صفحة 535 بيقول ايه بقى حكم القصف بيقول الاسلام شرط في المقذوف المقذوف اللي هو الضحية يعني اللي هو تشتم اللي هو التهم في شرفه يقولك الاسلام شرط في المقذوف فلو كان المقذوف يعني لو كان اللي تشتم لو كان اللي تسبف عرضه لو كان اللي اتهمناه بالزنا غير مسلم لو كان المقذوف من غير المسلمين لم يقر الحد على قاذفه عند جمهور العلماء يعني انا مسلم اتهمت واحدة ست ابطية في شرفها لا يقام علي الحد لانها غير مسلمة لو واحد ابتي اتهم واحدة ست مسلمة في شرفها يقام عليه الحد لانه المقذوف مسلم وده شرط من هذا الكلام اكرر للناس اللي بتبعت عن نتش تايم انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا عملت مجود جبت الكتاب والكتاب موجود في الاسواق وموجود على الانترنت موجود في كل حد عايز انبه ان دي طبقت دار الفتح للاعلام العربي فلو جبت طبعات تانية لانه الطبع كتير هتلاقي نفس الكلام بس ممكن الصفحات المختلفة انما الصفحات اللي بقولها دي طبعا اللي انا بقولها اللي انا وريتها لحضراتكم الحكم ده في الجزء التاني صفحة خمسمية خمسة وتلاتية حكم اخر برضو رابع حكم هو انا بدي نمازك رابع حكم الداية الداية دي بتيجي في القتل الخطأ في الاسلام يعني واحد خبط واحد بعربية بتاع بيبا فيه داية او شبه العمد او لو قتل فعلا عمد بس ما دارش لسمم الاسباب ينفذ القصص عليه فبيبقى داية طيب مش مهم يعني احنا عرفنا الداية هي ايه 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 الداية هي تعويد مالي بلغة العصر الحديث طيب الداية بتقول ايه بقى الداية الكلام دا بيقوله الشيخ سيد سابق بيقول حكم جمهور الفقهاء الشيخ سيد سابق بيقول ايه الجزء الثالث صفحة 60 و 61 جزء الثالث صفحة 60 و 61 بيقول ايه داية الست المسلمة نص داية الراجل المسلم يعني لو انت قتلت واحدة بعربيتك اسمها فاطمة وقتلت واحد بعربيتك اسمه محمد تدفع لمحمد مثلا الف جنيه تدفع لفاطمة خمسمائة جنيه داية غير المسلم نص داية المسلم يعني لو انت خبطت بعربيتك برضو كنموذك توضيح خبطت بعربيتك برضو بطرس دايته 500 جنيه ومحمد دايته 1000 جنيه طيب داية المرأة الابتية دي اقل حاجة عندها مشكلتين انها ابتية وامرأة يعني عندها داية المرأة الابتية نص داية المرأة المسلم يعني رابع دية الرجل المسلم يعني نرجع تاني في النموذج التوضيح حضرتك خبطت بعربيتك موت محمد هتدفع 1.000 جنيه خبطت بعربيتك موت فاطمة تدفع 500 حضرتك خبطت بعربيتك أو حضرتك يعني خبطت بعربيتك هتموت بطرس هتدفع زي فاطمة 500 جنيه خبطت بعربيتك موت تريزة تريزة دي بقى اللي هي غلبانا خالص ان تريزة دي بتاخد الربع محمد وبالتالي بتاخد نص المرأة المسلمة طبعا هذا الكلام ده حكم فقه ما هواش الشريعة طبعا بتقول ان احنا كلنا زي بعض الشريعة بتقول ان كل الناس زي بعض ده حكم فقه طيب خطورة الموضوع ده ايه طبعا نستطيع بسهولة ان احنا نعرف انه مش هينفع خالص ان احنا ننفذ هذه الاحكام في مصر ولو نفذنا هذه الاحكام الفقهية في مصر حتدمر المجتمع المصري قولا واحدا تدميرا يعني بلا مسيل وبلا عودة القصاص مثلا ده حكم اخير القصاص من النماذج القصاص من قتل ايه وقتل معروف ان القتل العمد لازم يتقتل لا هو عامل في الجزء الشيخ سيد سابق في الجزء الثالث صفحة 25 بيقول ايه من شروط القصاص ان يكون المقتول مكافعا للقاتل بان يساوي في الدين والحرية فلا قصاص على مسلم قتل كافرا او حر قتل عبدا طبعا الحكم طويل انا عشان الوقت هو بيقول ايه في الحكاية دي طبعا بعض الفقهاء خلافوا هذا الرأي انما هو بيتكلم على جمهور العلماء اللي هو غالبية العلماء قاله لا يقتل المسلم بغير المسلم يعني اللي ينزل يقتل الناس قبط او ينزل الناس اجانب ما يتقتلش يتعامل عليه عقوبات تانية انما ما يتقتلش طبعا نستطيع طبعا فيه زي ما قلت الناس خلافوا هذا الحكم مثلا الامام مالك قال انه لازم يتقل عشان يقتل المسلم بغير المسلم لو المسلم قتل الابتي او اليهودي غيلة غيلة يعني اتجعوا ودبعوا طبعا دي تفاصيل انما الجمهور الجمهور بيقول لا يقتل المسلم بغير المسلم طيب هذه الاحكام لما نقول انها ما تنفعش دلوقتي هل احنا نبقى بننكر الشريعة لا طبعا لا طبعا احنا بنقول انه الشريعة عايزين نطبعها ولكن احنا نحتاج الى فقه جديد يواكب العصر اللي احنا فيه لان هذه الاحكام معمولة من عشرات القرون يعني معمولة من قرون عديدة من القرن العاشر مثلا وبالتالي وبالتالي ما ينفعش انها تتطبق دلوقتي خلط الاحكام بالمبادئ من اخطر ما يمكن وعايز اقول لحضراتكم ان محاولة الزج بانه احكام الفقهية اللي انا قلتها دي هي الشريعة لا مش هي الشريعة الشريعة دي نازل من عد ربنا الاحكام الفقهية ده هي بشر اللي عملوها وعملوها لمجتمع معين لم يعود قائما في ظروف معينة لم تعود قائما قبل ما نطالب بتطبيق الشريعة لابد ان احنا نكتهد ونستخرج فقها جديدا ملائما للعصر يدفع بهذه الأمة الى مقدمة الأمم كما كانت من قبل وشكرا جزيلا وموعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله شكرا جزيلا